من ضمن برضو العيوب اللي ممكن تبقى موجودة في الأجنة العيوب الخاصة بالأجهزة الناسولية دي برضو بيتم التعامل معها زي؟ ده موضوع مهم جداً عندنا طبعاً ليه درجات في الأطفال الزكور أشهرها هو الإحليل السفلي أو فتحة مجرى البول مش في مكانها وده برضو نثبته عالية تقريباً واحد لربعمائة طفل بيتولدوا عندهم العيب ده هنا طبعاً أو بسميها بالمعنى الدرج الطهرة الملائكية الطفل بيتولد بالعيب ده طبعاً بينصح عدم إجراء التهرة ليه ويتم تصليح العيب ده عند سن بداية من سن ست شهور بعض الأنواع بنأخرها شوية عشان يكتمل نمو العضو أو يكبر شوية ده أشهرهم وده أكترهم شيوعاً وعملات برضو نجحة وبتتعامل بطريقة تجميلية العملات الصعبة هي عملات تحديد الجنس المولود ساعات الطفل بيتولد ونحن مش عارفين ده زكر ولا أنسة بالأسف بنزع القوي لما ملاقي أن الطفل ده الأهل اعتبروا أنه هو زكر أو اعتبروا أنه هو أنسة وسموه فعلاً استنوا لحد ما يكبر شوية ولقوا أن المشكلة بدأت تظهر أن ده هو كان زكر وأساساً الأعضاء الداخلية ليه أنسة أو العكس طبعاً لا ينصح برضو أن لو شكينا أنه نسيب الطفل ده لازم نتوجه لجراح الأطفال هو اللي يقدر جراح الأطفال ده زي ما قلنا تخصص منوط بالعيوب الخلقية للأطفال هو اللي يقدر يجري حاملاتي لما نشوف طفل زي ده لازم نعمل تحليل الجينات اللي هو الوراسة عشان نعرف إذا كان زكر أو أنسة بنعمل بعض الإشعاعات يعني إلى هذا الحد ممكن يبقى فيه صعوبة في تحديد النوع آه طبعاً يعني ممكن يبقى ظاهرياً حاجة وأكتولي هو جينات وحاجة تانية طب والأم تقدر تحدد إزاي؟ أو الأهل يقدر تحدد إزاي؟ هي مش تقدر تحدد لازم تتوجه ليه زي ما قلنا جراح الأطفال اللي هو يقدر أنه يوصف لهم الفحوصات دي الأشعاعات اللي هي بنعملها عشان نشوف الأعضاء الداخلية أخبارها إيه وبعد كده ناخد القرار برضو معاهم لأن في بعض الحالات إحنا بناخد قرار مشترك يعني ممكن يبقى فعلاً الجينات زكر لكن إحنا نخليه يكمل في الاتجاه اللي هو الشكل الأنسوي لأنه ما يقدرش أنه يكمل في الاتجاه التاني على فكرة دي صعوبة لأخذ القرار هنا وده طبعاً على مرجع طبي مش مرجع بس أن هم عايزين إيه وبنجري جراحات الحقيقة عشان تعديل المصار ده يعني لو إحنا خلاص هنتوجه في الاتجاه للزكر بنجري جراحات ليه تحويله ليه زكر أو الأنسة وده من فينا قد إيه بداية من الشهور الأولى لازم من الشهور الأولى عشان الطفل ده ما يواجهش مشاكل ده وفقاً لجينات يعني أول حاجة بنعملها بنشوف الجينات ماشى في أي إطار والجينات والهرمونات والأعضاء الداخلية وإيه فرصة أنه هو يكمل بعد كده بشكل نفسي أفضل من ما يبقى زي ما الوضع له عليه وبعد كده يفاجأ أنه بدأ يحصل مشاكل داني